اهلا بكم عدد الجذور للمعادلة كثيرة حدود وأنواعها وإيجاد أصفار دالة كثيرة حدود والتعرف على النظرية الأساسية في الجبر وإيجاد عدد أصفار الموجبة والسالبة واستعمال التعويض التركيبي لإيجاد عدد الأصفار أولا الأصفار والعوامل والجذور والمقاطع سنأخذ بعض الأتعاريف المهمة في وضوع الجذور والأصفار الأصفار والعوامل والجذور والمقاطع X إذا كانت PX دالة تساوي ANXN زائد إلى أن نصل إلى A1X1 زائد A0 اللي هو الحد الثابت فإن العبارات الآتية ستكون متكافئة C0 لدالة PX وC جذر أو حل للمعادلة PX يساوي 0 أي أن P of C يساوي كم يساوي 0 أيضا X ناقل C هو عامل من عوامل دالة كثيرة الحدود PX طبعا إذا كان C عاددا حقيقيا فإن C0 هي نقطة تقطع تمثيل الدالة مع المحور X عند حل معادلة كثيرة حدود درتتها أكبر من صفر من الممكن أن يكون لها جذر حقيقي واحد أو أكثر طبعا قد لا يوجد جذر حقيقي أي أن الجذور أعداد هي تخيلية والنظرية الأساسية في الجذر تكمن أن كل معادلة كثيرة حدود درتتها أكبر من صفر يعني أسها واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أكبر أس فيها لها جذر على الأقل ينتمي إلى ماذا؟ ينتمي إلى مجموعة الأعداد المركبة ينتمي إلى مجموعة الأعداد المركبة C طبعا نتيجة هذه النظرية الأساسية في الجذر يكون لمعادلة كثيرة حدود بين درجة N العدد N فقط من الجذور المركبة بما في ذلك الجذور المتكررة سأخذ مثال على ذلك حل المعادلة مما يأتي واذكر عدد جذورها ونوعها المعادلة الأولى X تربيع زائد 6X زائد 9 لما أتي أحلل هذه المعادلة X تربيع زائد 6X زائد 9 أريد عددان حاصل ضربهما 9 وحاصل جمعهما أو طرحهما زائد 6 هما ثلاثة مكررة مرتين إذن X زائد 3 لكل تربيع يساوي 0 إما X زائد 3 يساوي 0 أو X زائد 3 يساوي 0 لماذا؟ لأنها مكررة فبالتالي يخلها واحدة التي هي X زائد 3 يساوي 0 أطرح ثلاثة من الطرفين سيكون X يساوي ناقص 3 وبالتالي جذر حقيقي واحد مكرر مرتين وتنفيذ هذه الدالة سيكون هذا المنحنة لأمامنا لو اللاحظ أنه يمس محور X عند النقطة كم؟ سالب 3 وبالتالي سالب 3 إذنه مس محور X إذن سيكون مكرر مرتان مثل آخر X تكعيب زائد 25X يساوي 0 سأخذ عامل مشترك الذي هو X سيكون X ابتع قوس X تربيع زائد 25 يساوي 0 إما X يساوي 0 أو X تربيع زائد 25 يساوي 0 إذا كان عندي X تربيع زائد 25 يساوي 0 أطرح 25 من الطرفين سيكون X تربيع يساوي سالب 25 أجذر الطرفين سيكون X يساوي موجب وسالب جذر سالب 25 جذر سالب 25 هو 5I إذن X يساوي زائد ناقص 5I إذن سيكون عندي جذر حقيقي واحد وجذران تخيليان مترافقان أما الجذر الحقيقي الواحد فهو الصفر أما الجذران التخيليان المترافقان فهما 5I وناقص 5I إذن المستوى الإحداثي لهذه المعادلة سيكون تمثيله هكذا هذه X تكعيب زائد 25 X تدريب آخر X تربيع زائد 2X ناقص 48 أولا لكي أحل هذه المعادلة لازم يحلل ما هما العددان اللي حاصل ضربهما سالب 48 وحاصل جمعهما أو طرحهما هو زائد 2 هما زائد 8 وناقص 6 إذن X زائد 8 وX ناقص 6 يساوي 0 عندي حلين إما X زائد 8 يساوي 0 أو X ناقص 6 يساوي 0 إذن X زائد 8 يساوي 0 أو X ناقص 6 يساوي 0 إذن إذا كان عندي X زائد 8 يساوي 0 فإن X يساوي ناقص 8 إذا كان عندي X ناقص 6 يساوي 0 فإن X يساوي كم؟ X يساوي 6 وبالتالي يوجد عندي جذران حقيقيان مختلفان حل المعادلة أيضا X4-16 يساوي 0 هذه المعادلة ستكون X-4-4 و X-4 لأنها حاصل الفرق بين مربعين وبالتالي سيكون عندي حلين إما X-4-4 يساوي 0 أو X-4-4 يساوي 0 إذا كان عندي X-4-4 يساوي 0 فإن X-4 يساوي 4 إجذر الطرفين سيكون X يساوي موجب سالب جذر 4 إذن X يساوي موجب سالب 2 أما إذا كان عندي X-4-0 فإن X-4-4 إذن X يساوي زائد نقص جذر سالب 4 إذن X يساوي زائد نقص 2i إذن يوجد عندي جذران حقيقيان مختلفان وجذران تخيليان مترافقان سأخذ الآن قانون دي كارت للإشارات إذا كانت عندي دالة من الدوال PX هي دالة كثيرة الحدود فإن عدد الأصفار الحقيقية الموجبة للدالة PX هي عدد مرات تغير إشارات معاملات حدود الدالة PX أو أقل منه بعجد زوجي أما إذا كان في عندي أصفار حقيقية سالبة فإن عدد مرات تغير إشارات معاملات حدود الدالة P سالب X أو أقل منه بعجد زوجي قاعدة دي كارت للإشارات أذكروا العدد الممكن للأصفار الحقيقية الموجبة والحقيقية السالبة والتخيلية للدالة أولاً درجة الدالة تساوي ستة إذن لها ستة أصفار حقيقية أو تخيلية أو كليهما إذا الآن أنا ما صنفت فبالتالي رح أذكر كم مرة تغيرت عند الإشارات هنا موجب إلى موجب لم تتغير أما هنا من موجب إلى سالب نعم تغيرت أما هنا من سالب إلى سالب لم تتغير أما هنا من سالب إلى موجب فتغيرت نعم أما هنا من موجب إلى سالب فتغيرت نعم أما هنا من سالب إلى موجب فتغيرت نعم إذن عدد الأصفار الحقيقية الموجبة 1 2 3 4 4 أو 2 أو 0 وبالتالي عدد مرات تغير إشارات fx 4 وبالتالي فإن عدد الأصفار الحقيقية الموجبة 4 أو نقص من 4 2 أو 2 أو نقص من 2 2 0 أما الآن سأذكر الأصفار الحقيقية السالبة fx يساوي xos 6 زائد 3xos 5 نقص 4xos 4 نقص 6xos 3 زائد x40 نقص 8x زائد 5 أولا سأضع كل x بسالب x نعم هنا سالب x لاحظ معي الx خلتها سالب x الx اللي هنا فقط خلتها سالب x خلت الأص على تميع السالب x بره نقص 4 هنا سالب x وسالب x إلى آخر الدالة بعد ذلك سأشيل السالب x يعني أفك سالب x والأص زوجي راح تكون موجب x وس 6 سالب 3x هنا سالب x وهو الأص فردي ستكون سالبة في عندك موجب سالب في موجب سالب هنا سالب والأص زوجي ستكون موجب يعني موجب x وعندك سالب بره ستكون سالب 4x هنا سالب والأصفر دي ستكون سالب هنا سالب سالب وسالب راح يكون موجب هنا سالب والأصفر دي ستكون موجب وعنده موجب بره ستكون موجب x تربيع هنا سالب في سالب موجب 8x زائد 5 موسا كم مرّت تغيرت عندي الإشارات هنا من موجب هنا من موجب aproximadamente أصفار حقيقية سالبة إما 2 أو 0 طيب الآن أنا حددت الأصفار الحقيقية الموجبة والسالبة سأضع الآن جدول يفيد عندي عدد الأصفار الحقيقية الموجبة والسالبة والتخيلية إذن هذا الجدول سيمكنني من تصنيف الأصفار إذن عندي عدد الأصفار الحقيقية الموجبة إما 4 أو 2 أو 0 أما عدد الأصفار الحقيقية السالبة إما 2 أو 0 أما التخيلية إما 6 أو 4 أو 2 أو 0 عدد الأصفار الحقيقة الموجبة 4 سيكون السالبة إما 2 أو 0 طيب إذا كان عندي عدد الأصفار الحقيقة الموجبة 2 و 2 سيكون السالبة إما 2 أو 0 أما إذا كان عندي الموجبة 0 و 0 سيكون 2 أو 0 طيب الآن التخيلية لازم يكون عندي التخيلية ومجموعة الأصفار عندي كله 6 إذا كان عندك 4 و 2 6 رح يكون عندك التخيلية 0 لأنه رح يكون عندي المجموعة كله كم؟ 6 إذا كان عندك الموجبة 4 والسالبة 0 كم رح يكون التخيل علشان يكون المجموعة 0 6 هنا؟ يا سلام سيكون هنا 2 والمجموعة 6 هنا 2 2 هنا رح يكون عندي أيضا 2 علشان يكون عندي المجموعة 6 هنا 2 و 0 سيكون عندي المجموع 6 إذا نحط 4 هنا 0 و 2 سيكون أيضا 4 لأن المجموع 6 هنا 0 من الأصفار و 0 من الأصفار السالبة سيكون عندي تخيلية 6 أصفار تخيلية و المجموع كم؟ المجموع 6 واذكر العدد الممكن للأصفار الحقيقية الموجبة والحقيقية السالبة والتخيلية لهذه الدالة fx يساوي x4-18x4 زائد 12x زائد 80 أولا سأخذ الأصفار الحقيقية الموجبة كم مرة تغيرت الإشارة؟ 1 نعم 2 إذن أجد الأصفار الحقيقية الموجبة هما 2 إذن 2 أو 0 طيب السالبة حط سالب وبالتالي إذا غيرت كل x السالب x سيكون عندي x أس 4 ناقص 18x4 ناقص 12x زائد 80 هنا تغيرت نعم هنا لم تتغير وهنا تغيرت نعم إذن عندي الأصفار السالبة إما 2 أو 0 إذن سأكون الجدول إذا كان عندك الأصفار الحقيقية الموجبة 2 و 0 ستكون السالبة إما 2 أو 2 أما إذا كان الموجبة 2 أو 0 ستكون 0 أو 0 وبالتالي الآن التخيلية سأشوف 2 و 2 علشان يكون عندي 4 ستكون التخيلية 0 إذن المجموع 4 0 و 2 ستكون التخيلية 2 عشان يكون المجموع 4 أما إذا كان الموجبة الحقيقية 2 السالبة 0 سيكون التخيلية 2 ليكون المجموع كم؟ 4 إذا كان الموجب صفر والسالبة صفر سيكون التخيلية أربعة ليكون المجموع كم؟ المجموع أربعة تقويم أي مما يأتي ليس حلاً لهذه المعادلة X كعير زائد ثلاثة X تاربيع زائد X زائد ثلاثة يساوي صفر أولاً خذ عامل مشترك لأول حدين سيكون عندي X تاربيع في X زائد ثلاثة عندك الآن عوامة مشتركة X زائد ثلاثة X زائد ثلاثة طلع واحد برة سيكون عندك X زائد ثلاثة بينقصين X تاربيع زائد واحد إذن إما X زائد ثلاثة يساوي صفر أو X تاربيع زائد واحد يساوي صفر إذا كان عندك X سائد ثلاثة يساوي صفر فإن X يساوي سالب ثلاثة أما إذا كان عندك X تاربيع يساوي واحد اجدر الطرفين سيكون X موجب وسالب تدر سالب واحد سيكون عندك X يساوي زائد ناقص I عندك ناقص I وعندك زائد I وعندك سالب ثلاثة إذا نديه وليس حلاً لهذه المعادلة وبالتالي الإجابة هي 3 تقويم كم عدد الأصفار الممكنة الحقيقية الموجبة والحقيقية السالبة والتخيلية لهذه الدالة أولاً عدد مرات تغير الإشارة لPX لم تتغير وبالتالي لا يوجد عندي أصفار إذن عدد الأصفار الحقيقية الموجبة هي 0 طيب عندنا إذا كان عندك الأصفار الحقيقية الموجبة 0 على طول B لماذا؟ لأن الأصفار الموجبة لا يوجد عندنا إجابة أصفار موجبة إلا فقط B طيب خلونا نتأكد نجيب السالبة P سالب X كم مرات تغير الإشارة عندي؟ عدد مرات تغير الإشارة إما 3 أو 1 وبالتالي التجول عندي يمكنني أن أستنتج أنا عندي الموجبة 0 أو 0 إذا كان عندك السالبة 1 أو 3 فيكون عندك التخيلية إما 2 ليكون المجموع 3 أو 0 سيكون المجموع 3 وبالتالي سيكون عندي الإجابة B إما 0 أو 1 أو 2 0 أو 1 أو 2 إذن الإجابة هي B كم صفر حقيقيا سالبا لهذه الدالة؟ سأغير كل X لكم السالب X وبالتالي F سالب X يساوي سالب X أو 5 ناقص 2 في X أو 4 زائد 4 X أو 3 زائد 4 X أو 3 زائد 5 X زائد 6 كم مرة طايرة الإشارة عندي؟ فقط مرة واحدة لنستنتج أن الأصفار الحقيقية السالبة هي واحد والإجابة هي ماذا؟ الإجابة هي C وبالتالي تعلمنا هذا اليوم الأصفار والعوامل والجذور والمقطع X إذا كانت عني دالة كثيرة حدود PX فإن العبارات الآتية متكافئة C صفرا للدالة PX وC جذرا أو حل للمعادلة PX يساوي صفر وستكون عندي X ناقص C عاملا من عوامل دالة كثيرة الحدود PX إذا كان C عددا حقيقيا فإن C وصفر هي نقطة تقاطع تمثيل الدالة مع المحور X أيضا تعلمنا النظرية الأساسية في الجذر ونتيجة هذه النظرية الأساسية في الجذر تقول هذه النظرية أن كل معادلة كثيرة حدود درجتها أكبر من صفر لها جذر على الأقل ينتمي إلى مجموعة الأعداد المركبة أما نتيجة النظرية الأساسية في الجذر يكون لمعادلة كثيرة الحدود من الدرجة N العدد N فقط من الجذور المركبة بما في ذلك الجذور المكررة وتعلمنا أيضا قانون دي كارت للإشارات والأصفار الحقيقية الموجبة والأصفار الحقيقية السالبة والأصفار التغييرية إذا كانت PX دالت كثيرة حدود فإن عدد الأصفار الحقيقية الموجبة للدالة PX هي عدد مرات تغيير إشارات معاملات حدود الدالة PX أو أقل منه بعدد زوج يعني لو كان عندك عدد أصفار الحقيقية الموجبة 7 أو 7 أو 5 أو 3 أو 1 وبالتالي هي عدد الأصفار الموجبة أما السالبة عدد الأصفار الحقيقية سالب للدالة PX فعدد مرات تغيير إشارات معاملات حدود الدالة P سالب X وليس PX PX هي للموجبة أما P سالب X هي للسالبة أو أقل منه بعدد زوجي نشكر لكم حسن استماعكم إلى اللقاء في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله